على الرغم من إعلان رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني لبرنامجه الوزري الذي تضمن الكثير من الوعود للمحاربة الفساد وإجراء إصلاحات عاجلة في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية إلى أن تلك الوعود ذغبت أدراج الرياح فلم يتحقق شيء منها مع مرور ستة شهور على تلك الوعود المزعومة حكومة السودان الحالية تسير على خطى الحكومات المتعاقبة التي جاء بها الاحتلال ترفع شعارات محاربة الفساد وهي تمارس الفساد وتشارعن له فمع الوعود بحل قضية المدن التي تسيطر عليها ميليشية مسلحة وأبرزها جرف الصخر فإن ميليشيا حزب الله في العراق والمرتبطة بإيران أنشأت مؤخرا ما لا يقل عن عشرين مقرا ومخزنا للأسلحة والصواريخ في جرف الصخر شمالية محافظة بابل فيما تشهد السجون في العراق تعذيبا نفسيا وجسديا حيث يتفنن السجنون بإذلال المعتقلين وتعنيفهم وسط غياب أبسط الحقوق لهؤلاء الضحايا فضلا عن إقرار مستشار السودان لحقوق الإنسان زيدان خلف بورود أكثر من ثلاثة ألاف شكوى لحالات التعذيب موثقة بحسب تقارير الطب العدلي بينما لا تزال ظاهرة السلاح منفلت والقتل والإفلات من العقاب مستمرة في ظل رعاية حكومية أما في الجانب الاقتصادي فإن ارتفاع نسب التضخم وأسعار السلع والخدمات فإنه وضع العراق في درجات متدنية في قائمة الدول الغنية وفقا لمجلة فينانس جلوبال الأمريكية وبحسب صحيفة اندبندنت عربية فإن العراق رغم امتلاكه احتياطا نقديا هو الأكبر في تاريخه الذي وصل إلى 125 مليار دولار إلا أنه يعيش رعب الإفلاس بينما لا يزال ملف نازحين هو الآخر يستخدم كورقة تتلاعب بها مصالح أحزاب السلطة والأجندات الإقليمية بالرغم من دعوات محلية ودولية لإنهاء المعاناة الإنسانية للنازحين والمغجرين قصرا والتي مرت عليها سنوات طويلة دون حلول